اشتركوا في القناة وفي صباح اليوم الثلاثة رح ينتقل القمر ويصير في برج الدلوق طبعا بدكوا تركزوا معي مزبوط لانه في عنا خلوق مسار وانتقال ما بين المنازل وفي بعض المعلومات المهمة اللي رح اذكرها من خلال الحلقة اللي لها علاقة بزحل وانتقال زحل الحوت والكوارث اللي رح تصير وايضا الأمر اللي برضو مؤرق للجميع اللي هو خسوف الشمس اللي رح يصير في نهاية الشهر فبرضو هاي من الأشياء المهمة اللي لازم نحكي عنها طيب خلينا بالبداية قبل ما ندخل على التفاصيل عشان ما حد يقولك أنا خليتني وجرجرتني عشان أحضر الحلقة بالكامل ومش عارف إيش لا 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 بدأ أعطيك أنا صاف إذا حاب أنت تعرف المعلومات بالنسبة لزحل ولا الكسوف فأنا رح أذكرهم الآن بعدها بتروح بتحضر الحلقة زي ما بدك بتمشي الشريط وبتحضر أنت توقعات برجك وخلصنا أما اللي بحضروا بدهم يستفيدوا علم فبيكملوا معي أول إشي بالنسبة لكسوف الشمس وهو الأمر الأقرب للحدث واللي أكثر من حلقة وأكثر من مرة وكل ما بصير الكسوف بردد نفس الكلام ولكن في متابعين جداد لسه ما بعرفوا أو ما حضروا هاي الحلقات وما بعرفوا أسلوبي بالكلام فعشان هيك حابب أني أنا أوضح النقطة بخصوص الكسوف وكبارة الكسوف وأنه مدة ست شهور والدمار اللي رح يصير على الأبراج وتحذره من كل شيء وما تعملوش ولا أي شيء ويعني الواحد يطخ حاله أحسن بصلى المرحلة هاي كسوف الشمس كل مرة بعيد نفس الكلام الكسوف والخسوف هو إشي سلبي صحيح ولكن مدة تتراوح ما بين يعني يوم قبل ويوم بعد وأقصاها يصل لثلاث أيام قبل وثلاث أيام بعد ما في كسوف وخسوف تأثيراتهم ست شهر لأنه لو بدنا نيجي نحسب على ست شهر فإحنا عنا كسوفين وخسوفين بالسنة بعد مرات بكون عنا كسوفين وثلاث خسوفات بالسنة وبعد مرات بكون عنا ثلاث كسوفات وثلاث خسوفات بالسنة طيب إذا تأثيرها ست شهور معناته إحنا طول عمرنا عايشين بتأثيرات السلبية للكسوف والخسوف وما في أي إيجابيات نعملها في حياتنا هذا واحد أنا بدي أخاطب العقل يعني عقولكم ما بدي أقعد أنا أنظر عليكم إحنا بالعقل طيب هذا الكسوف بدي يصير في برج العقرب ورح يصير في نفس اليوم اللي القمر رح ينتقل فيه لبرج العقرب ماشي؟ يعني في أول درجات برج العقرب طيب صار الكسوف الآن طيب ثاني يوم الكسوف صار مش بالعشرية الأولى أو القمر صار مش بالعشرية الأولى صار بالعشرية الثانية يعني اتحرك بحجم قطر الشمس لعشرية ثانية طيب وين الكسوف؟ وين تأثيراته يعني؟ طيب إحنا عشان ما نخلكوا تدخلوا في دوامة العلم وشرح العلمي والمنطقي والعقلي لا الكسوف مدته نحسبها كأقصاها ثلاث أيام قبل وثلاث أيام بعد أصعب يوم هو أول يوم اللي بصير فيه الكسوف هذا اليوم اللي احنا منقول يعني لا يصلح لا لا عمليات جراحية لا لا زواج لا ارتباط اتخاذ قرارات حاسمة مشاريع تجارية شراء أشياء ثمينة هاي الأشياء كلها في هذا اليوم حاول أنك أنت تأجلها طيب أول يوم هذا يوم الكسوف نفسه أجلناها واليوم القبله واليوم اللي بعده وهيك أخذنا إحنا احتياطاتنا الآن إذا كان عندنا شيء قبله بيومين بدنا ندقق فيه ونركز فيه وندرسه بشكل جيد نقرأ أوراقه نتأكد من معطياته نستشير أهل الإختصاص نشوف هالأمر تمام مية في المية نسبة النجاح فيه عالية بخت الخطوة إذا كان فيه مجال أني أأجل عشان أطلع من التأثيرات فبطلع من التأثيرات بثلاث أيام قبل وثلاث أيام بعد وبتكون أموري ممتازة وتمام هذا الأمر بنطبق على الكسوف وبنطبق على الخسوف عشان هيك أنا مش مستعد أسوي حلقة الحلقة هاي مثلا تكون متفرد فيها يعني وأطلع في حلقة بس للكسوف والخسوف فإحنا عملنا سابقا حلقات متفردة للموضوع عشان نشرح هاي النقطة ونشرح لكم علميا كيف إحنا بنحسبها وكيف بتطلع بالدرجة والزاوية وين بصير والنقطة اللي بصير فيها الكسوف والحلقات موجودة على القناة يعني قديمة فعشان هيك لا تأخذوا بتهويل الأمور أنا لا بدي لايكات ولا كومنتات ولا تعليقات ولا أي شيء أنا بدي يعني أنا بفيدكو علم بإمكاني أطلع وأحكي وأنظر وأسوي وهذا وماشي وبعديها طيب ماشي هذا نفسه اللي انحكى الآن هسا اللي طلعوا هدولا وحكوه طيب ما صار فيه كسوف قبل ست شهور انتو عايشين فيه يعني شايفين تأثيرات وبتنطبق عليكو يعني هذا الإشي دمر حياتكم وصلتوا لمرحلة بتكو تنتحروا زوايا ثانية وكواكب ثانية وتراجعات وأشياء زي هيك أثرت آه ولكن مش الكسوف هاي أمور سريعة فيه ناس بتقولك لا هو بعض العلماء وقالوا إنه تأثيراته تستمر لست شهور أنا مش مع هذا عقليا منطقيا فكريا ما بتزبط ما بتركب ما بتركب يعني القمر والشمس تواجدين في برج واحد ماشي وشكلين الكسوف اللي هو في العقرب طيب طلعي القمر من العقرب وين تأثيرات الكسوف من وين بدأ تيجي تأثيرات الكسوف طب اثنين ابعاد عن بعض وين الكسوف في الموضوع وين التماس ما بين الشمس والقمر صار انتهى ولا هو بث الشحنة وخلص وإحنا أخذنا الشحنة وبعدين روحنا هذا أمر اثنين أمر انتقال زحل أنا ما بدي أعطي معلومات عشان ما تتخذ المعلومات ويصير ينبن عليها حلقات ويصيرهم المتفردين كأنهم أخذوا الشيء عشانك أنا بأجل دائما بحكي بذروة الموضوع بحكي قبل ما يصير الموضوع بقى كم يوم بلمح للموضوع وبعطي تحذيرات للموضوع بالنسبة لزحل زحل زي انتقاله زي أي انتقال انتقل من الجدي للدلو انتقل من الدلو للجدي اسمه المعلم الصارم مش بيدمر حياتك مش بخششك بالحيط وبيخرب كل حياتك وبوصلك تتطلق وبتمرض وبتموت وبموت اللي حواليك وبموت المخرج والممثل وتبع الإضاءة والمنتج والمتفرجين والمباء شو الكلام الفاضي زحل عشان ينفهم مغزاة بالضبط عشان تفهموا إيش هو زحل زحل بمتحنك بحطك في امتحنات ماشي دخل عبيت المال بيمتحنك بالمال بيخلي في صعوبة في المال بيخلي المال يجيك بعدين بحطك في امتحنات انه تصرف المال هل انت بدك تصرف المال ولا بدك تكون عقلاني أكثر وتدخر المال تقلل مصاريفك ولا تزيد مصاريفك هو بفتح لك بوابات فيك انت تعمل الإدارة للموضوع عشان هيك اسمه المعلم الصارم هو بعلمك بقسوة عشان تطلع ناضج أكثر من وجوده في هذا البيت مش عشان يدمر حياتك ماشي هو مزعج ماشي وهو متعب وهو سلبي وإلو تأثيرات سلبية ولكن برضو مش بالتهويل اللي بنحكى عنه عشان هيك دخل في مجال بيت الحب بيمتحنك مع الحبيب بيستفزك بيخلي لك شكوك بيشحنك بطاقة سلبية بيخليك تعصب فأنت بييدك يا بتعمل انفصال بالعلاقة العاطفية يا بييدك أنت بتكون متساهل وبتقول آه والله زحل هو اللي بيمتحني نقطة الضعف عندي لا أبدأ أكون متسامح أنا وما بدي أكبر المشكلة وأتنازل شوي عشان أوطد العلاقة وعشان تستمر للعلاقة هيك بتنجح العلاقة بطل لزحل تأثيرات هو امتحنك في المسألة بامتحنك يوم واثنين وبعد أسبوعين وممكن يغيب عنك شهر ويعود يرجع يمتحنك مرة تانية فبييدك أنت تتغلب على هاي المسألة لما بيكون في بيت الشراكة بعض الأشخاص ما بيتحملوا شركاءهم بالعاطفة مثلا الأزواج وهو أي مشكلة صغيرة بيكبروها وبتصل لمرحلة الانفصال وبعد ما يصير الخلاف بيصيروا له آه وكيف نرجع وفي مجال الرجوع وفي مأتم من البداية ما توصل المسألة إنها تصل للمرحلة هاي ما هاي تأثيرات زحل هو بدي يوصلك للمرحلة هاي هو بدي يمتحنك بدي يعمل صعوبة في هذا الموضوع فأنت بإيدك أنت تتغلب أقول لك والله الخرزي هاي بتمنع سلبيات زحل وهاي الصفيحة لرد السلبيات من تأثيرات زحل هذا نصب نصب بحت ما في ولا أي إشي بيبعد تأثيرات زحل ما في يعني اللي بيجي بقول لك إنه والله هاي الخرزي هذا اللباس هذا البلد هاي الصفيحة هذا الطلسم هذه الورقة عني أضربه بالصور معي بس لأنه كذاب ومصاب ودجال هاي تأثيرات ربنا وضعها كيف أنت بدأ كيف بده ينضج البني آدم كيف بده يكبر كيف بده يتحمل يتحمل مسؤوليات الحياة فهو بحطك بامتحانات فقط لا غير عشان تنضج أنت وتصير واعي للحياة عشان ترجع بالزمن لورا وتشوف أنه شو تأثيرات زحل ممكن تكون عليك قارن دخول زحل على الكوكب وارجع ثلاثين سنة لورا جبل ثلاثين سنة إيش أهم الأشياء السلبية اللي صارت معك تسعة وعشرين ثمانية وعشرين سنة اللي هي سنتين ونص بدي يقعد في البرج هاي شو أسوأ الأشياء اللي صارت آه هو بدي يدخل عبيت الشراكة في هاي الفترة أنا بشراكتي صار كذا كذا إن كان شراكة مالية أو عاطفية دخل على بيت العمل سوالي مشاكل بالعمل تركت عملي نعرض علي عمر رحت عليه طردوني ما بدهم شياني فقسرت العمل وقسرت الوظيفة الجديدة هيك قيسها لأنها نفسها هو اسمه تحول لزحل كان موجود في هذا البيت ثلاثين سنة رجع على نفس البيت لأنه سنتين ونص ماشي ورجع على نفس البيت بس خلصنا هيك منعرف إحنا تأثيرات زحل من قيسها قياس أما إنه تعملوش وتسووش وبدهم يموتوا الناس وبدهم يعيشوا الناس وبدك تخسر الناس وبدك شو هالحياة هاي مش هيك علم الفلك علم الفلك علم عقلاني بحت هو علم العقل هو اللي بنضج العقل فعشان هيك هذول الناس حافظين مش فاهمين بيغشوا كلهم عن بعض ومن كلهم عن بعض ومسدقين إنه كلهم فلكيين أو كلهم ماذا سبدي يطلع واحد تخليك في حالك تحكيش عن الناس تحكيش عن زملائك تحكيش عن تز فيهم عشان أختصر عليك وتز فيك إذا أنت مخك مركب على كندرة تز فيك أنا بشرح للناس عشان ما ينتصب عليها بشرح للناس عشان ما ينضحك عليها بنقذ الناس من وهم بنقذ الناس من أمور هم رح يدخلوا فيها هاي ممكن تأثر على حياتهم إذا أنت مخك راكب على كندرة روح تابعهم اتابعنيش أنا زلمي هيك بشرح وهيك لساني ده تقول لي لا والأدبيات العالم وأدبيات اللا لا أدبيات العالم لما إنسان عالم مثقف بحكي معي بثقافي وأدب بحكي معاه بثقافي وأدب لكن أنت لما بدك تحكي تنظر علي وتطلع على كتافي على أنك أنت اللي بتفهم وأنا بطلت أفهم لا أنا بحكي معك بأسلوبك بحكي معك بعقلك بحكي معك عشان تفهم بدك تفهم إفهم ما بدك تفهم ما تتابعني ما تتابعني روح تابعهم يا أخي إذا أنت شايفهم هم الصح روح تابعهم ليش بتيجي بتتابع غيرهم ليش بتنتنقل على عشرة خمسة عشرين واحد وفي الآخر آه أنت قلت غير عن فلان فلان قال هيك طب شو دخلني في فلان أنا أنا شو دخلني في فلان شو دخل علمي بعلمي فلان أنا والله لازم أكون تابع للناس هم اللي حكاهوا قرآن هو منزل من السماء ولا أنا منزل من السماء إحنا منحكي إياه منصيب إياه منخطئ ولكن كل واحده ثقافته وبتقيس إنه هذا الإنسان والله شو علمه شو دارس شو ثقافته بحكي بمنطق ولا بحكي بجهل أقول لك أنا والله فلان قال وبطليموس قال وأبو معشر الفلكي قال ومش عارف مين قال طز فيهم كلهم بهمونيش أنا بهمني اللي بركب على عقلي واللي أنا بقتنع فيه واللي أنا شفته صح وأنا اللي بحكيه عجبك هذا الكلام خذ فيه ما عجبك هذا الكلام ما تخذ فيه حاب تدفع فلوس إلهم عشان أنت تخذ الكلام اللي بيعجبك وبيجي على مزاجك روح يدفع فلوس أنا زال ما بأخذش فلوس وبهمنيش لا متابعتك ولا مشاهدتك ولا لايتك ولا لكم انتبعك أنا في عندي أكمن واحد بحبوا يتعلموا حاب أنا فاتح القناة إلهم أنت كبسة زر تعمل بلوك وبتطلع من القناة الله يسهل عليك مع السلامة خلصنا هذا مختصر الكلام عن الأمرين هذه العيني ربع ساعة وأنا برغي يا سلام عادي بس عيد قل له ارغي وهو بظل يرغي يلا خلينا نروح على توقعاتنا بس المهم إن شاء الله أنك تكونوا استوعبتوا الفكرة فاللي عنده أي استفسار عن هاي الأمور قبل ما يوخذ ويخاف ويتوهم يكتب لي بالتعليقات كل تعليقاتكم أنا بقرأها لا بحط لايك ولا بحط قلب لأنه بعد مرات أنا بحط اللايك والقلب بصير معي ظرف برجع بلاقي اللي منزل كومنت بعدها زعلان فبحطش لأنه كثير ناس بتزعل من هذا الموضوع ومقتصر القلب واللايك والتعليقات البسيطة على الأشخاص المنتسبين لأنه هذا حق لا إلهم انتوا بقرأ تعليقاتكم اللي تعليقوا عام وضروري ومهم بردع لي إذا تعليقوا بس مجرد كلام وهيك وليش هيك وحكينا عن هيك بجمعها في حلقة وبحكيها عشان الكل يستفيد منها خليني عشان ما أضل داخل في مواضيع كثيرة خلنا نروح على توقعاتنا لهذا اليوم طبعا بالنسبة لهذا اليوم اليوم الثلاثاء زي ما حكينا القمر الآن موعد بث الحلقة اللي هو مساء يوم الاثنين موعد بث الحلقة القمر موجود في منزلة ساعد بلع وهي المنزلة منزلة للعلاج والفراق وتلاف الأموال والحرية الساعة ثلاثة وسبع دقائق من صباح اليوم الثلاثاء القمر رح ينتقل لمنزلة ساعد السعود وهذا المنزلة هي لتوطيد العلاقات والحرية والربح والتفريق طبعا القمر زي ما حكينا هو الآن موعد بث الحلقة لو مساء يوم الاثنين القمر موجود في الجدي مع شان هيك بتظل طبيعتنا الجدي هي المسيطرة علينا زي ما انتو شايفين سعيد بيحكي بجدية وحاد بطباعه مش سائل فهاي من صفات برج الجدي فما نحاول انجاز عمل متراكم نجد انو الامور ما بتصير معنا بسهولة بتسيطر علينا روح التشاؤم او على البعض مننا زي ما انتو سمعتوا الحلقات وعشتوا عالم التشاؤم علينا الاجتهاد اكثر بانجاز امورنا بوسعنا الشروع بعمل جديد او شراء تحفيه اثرية او البدء بحمية او عاقد تأمين بوليس التأمين مراجعة شركات تأمين اشياء من هذا القبيل بالنسبة للزوايا البطيئة طبعا اول زاوية رح نحكي عنها زاوية التثليت الايجابية بين المريخ وبين زحل وهذه تأثيراتها لغاية يوم 14 تمنحنا وضوح كبير في امورنا وبتسمح لنا بالتغلب على العقبات وتجاوزها في اعمالنا وفي مشارينا اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التقابل السلبية بين عطارد وبين نبتون وهي طبعا تأثيراتها رح تستمر لغاية 16 هي زاوية منفصلة طبعا هاي بصير عندنا نوع من انواع الصعوبة في معرفة مشاعر الاخرين وبيكون صعب علينا التعامل معهم وممكن ينتج عن ذلك سوء تفاهم او عدم القدرة على علاج المشاكل العاطفية الناتجة عن ذلك وممكن نرتكب بعض الاخطاء في احكامنا وهذا شيء ممكن يعرضنا لخيبات امل اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التثليت ايجابية بين عطارد وبين بلوتو هاي زاوية تأثيراتها لغاية يوم 17 بتزيد من حد الذهن اعفوا تأثيراتها لغاية يوم 19 دروتة الثاني يوم 17 هاي زاوية بتزيد من حد الذهن وحدثنا ونقدنا وتمنحنا حبل العدالة والاهتمام بالامور الغامضة وبتساعدنا في تنظيم اعمالنا وانجاح مشاريعنا واتخاذ قرارات لازمة اما بالنسبة للزاوية الاخيرة من الزوايا البطيئة هي زاوية التربيع السلبية بين زحل وبين اورانوس وهي تأثيراتها لغاية يوم 16 و11 منصبح مندفعين في تصرفاتنا ومتمردين على كل القيم والعادات وبالدل على تغييرات او ازمات مفاجئة في حكومة ما واحتمال وقوع حوادث طبيعي مدمرة كالعواصف والزلازل وسقوط الطائرات وحوادث في السك الحديد وبالدل كذلك على اضرابات واشتباكات مع سلطات بسبب تضييق الخناق على الحريات العامة بالنسبة للزاوية السريعة اللي رح تتشكل مع القمر طبعا اول زاوية يعني زاوية تثليث ايجابية بين القمر وبين عطارد وهاي رح تكون بعد منتصف الليل هاي اللي الاثنين على الثلاثاء يعني الساعة 12 و28 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت جرينيتش يعني تاثراتها من ساعات المغرب وبتستمر لغاية ساعات الظهر منشعر بقوة الفكر والقدرة على الإدراك الجيد للأمور بالإضافة لنشاط الذاكرة وسرعة البديهة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران إيجابية بين القمر وبين البلوتو وهي تاثراتها أو ذروتها الساعة 3 و48 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش طبعا تاثراتها من ساعات الآن تقريبا أو بعد ساعتين تقريبا من بث الحلقة وبتستمر لغاية ساعات الظهر بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا ونتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة بعد هذه الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار يعني خلو المسار رح يبدأ الساعة 3 و48 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش ورح يستمر لغاية الساعة 10 و20 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش لا يستقر القمر بعدها في برج الدلو هذا طبعا بتوقيت جرينيتش كل التوقيت اللي أنا بذكره هذا بيعني أنه الفترة المذكورة اللي هي ما بين الساعة 4 إلى 10 صباحا لغاية الساعة 10 و20 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش فترة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شي ثمين بل إكمال العمل اللي بدانا فيه قبل قلو المسار بالنسبة للقمر في هذا الوقت اللي هو ساعة 10 و20 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش بكون انتقل واستقر في برج الدلو عشان هيك بتبدأ تأثيرات برج الدلو هي اللي تأثر على جميع الأبراج فمنشعر أن بحاجة مسئلة تغيير من ساعات الصباح الروتين بصير عادو وهذه الوضعية منكون ودودين أكثر مننشط اجتماعيا ونرغب بالانضمام لنادي أو مجموعة من الرفاق وتجربة أسلوب جديد في حياتنا بيتصرف الناس من حولنا عادة بشكل منطقي أكثر من أنه عاطفي وبوسعنا تعزيز صداقة جديدة وإدخال تغييرات على مظهرنا الشخصي كقصة الشعر مثلا أو شراء أجهزة إلكترونية أو تجربة طعام جديد أما بالنسبة للزاوية اللي رح تتشكل بعد الانتقال وهي زاوية تزديس إيجابية بين القمر وبين المشتري وهاي طبعا رح تكون ذروتها ساعة 2.48 دقيقة عصرا بتوقيت جرينيتش يعني تأثيراتها من ساعة الظهر أو ما قبل الظهر بشوي وبتستمر لغاية ساعة المساء فهاي الزاوية بتخلينا نهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كأنها مشاكلنا إحنا ومنحاول أن نساعدهم قدر الإمكان يعني زي عمل إنساني وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين الزهرة وهاي رح تكون في تمام ساعة 10 و3 دقائق مساء بتوقيت جرينيتش هاي الزاوية بتأجج العاطف اتجاه الجنس الآخر وبالتالي مننجح بتعزيز الإعلاقة معهم وبيعطي دفعال العاملين في المجال الفني والتجميلي والديكور فبيتحسن عطائهم وإبداعهم وهي زاوية إثاراتها من ساعات المغرب تقريبا غروب الشمس لغاية ساعات صباح اليوم التالي اللي هو يوم الأربعاء بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم من الآن لغاية ساعات الصباح عندنا الركبتين المفاصل العمود الفقري عضلات العمود الفقري الرضفة العظام الأسنان الأوتار الأربطة الجلد الشعر الطحال جهاز التوازن هاي الأكثر حساسية من الآن لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح وما بعد عندنا بطة الساق والكاحل والساق وتر العرقوب وعضلات الساعد وهرمونات الغد الدرقية أو اللي بيعانوا من قصور أو نشاط إفراط في الغد الدرقية هذولا بدهم ينتبهوا لأدويتهم وخصوصا أنه ما ينسوا أخذ الثايروكسين أو عمل فحوصات اللازمة لغد الدرقية إنحتاج الأمر لذلك طبعا هاي الأعضاء لا يجوز العمليات الجراحية لإلها طبعا هي فترة الآن إحنا دخلنا على فترة تصلح لعمليات الجراحية يعني هذا اليوم يوصى بإجراء العمليات الجراحية ولكن دون العضاء اللي إحنا ذكرناها قبل قليل بالنسبة لعمليات التجميل زحل ما زال منتحس عطار التأثيرات لسه موجودة فعشان هيك منقول عمليات التجميل في هاي المرحلة لا تصلح لا للحقن ولا للجراحة لا يصلح لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ والأمور اللي إلها علاقة بالحنة ولكن يفضل هاي الأمور تكون في ساعات ما بعد ظهر هذا اليوم بالنسبة للقمر بما أنه رح ينتقل لبرج الدلو خلق المسار القادم رح يكون يبدأ يوم الأربعة خمسة عشرة بيبدأ في تمام ساعة عشر وخمسة واربعين دقيقة مساء من مساء يوم الأربعة وبيستمر حتى اليوم التالي يعني حتى ظهر يوم الخميس يعني الساعة اطنعش وستة واربعين دقيقة ظهرا لا يستقر القمر في برج الحوت أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المحدف عمره تسع أيام في تمام الساعة وحدة وخمسة واربعين دقيقة بعد الظهر بصير عمره عشر أيام نسبة الإضاءة بتصير عمرها يعني بصير نسبة نسبتها خمسة وستين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الميزان حتى يوم ثلاثة وعشرين عشرة طبعا هو الآن سعيد بنسبة ثلاثين في المية في ساعات الفجر الباكر بصير سعيد بنسبة ستين في المية في ساعات العصر بترتفع نسبة السعادة إلى خمسة وثمانين في المية القمر في الجدي بده ينتقل للدلو في ساعات الصباح زي ما حكينا ورح يستقر في الدلو أو يستمر وجوده في الدلو لغاية يوم ستة عشرة هو الآن سعيد بنسبة خمسة وثمانين في المية في ساعات الفجر الباكر بتنزل نسبة السعادة إلى ستين في المية في ساعات الصباح بترجع بترتفع نسبة السعادة وخصوصا بعد الانتقال لبرج الدلو بترتفع لنسبة خمسة وثمانين في المية وفي ساعات العصر بترجع بتنزل لنسبة ستين في المية يعني يتراوح اليوم سعادة القمر ما بين خمسة وثمانين لستين في المية بالنسبة للعطارد في العذراء ما زالت التأثيرات السلبية مؤثرة يعني ضايل لها كمان يومين لنطلع من كل التأثيرات السلبية هو طبعا رح يضل بالعذراء ليوم عشرة عشرة ما زال منتحس بنسبة أربعين في المية الزهرة في الميزان حتى يوم ثلاثة وعشرين عشرة منتحس بنسبة عشرة في المية والمريخ في الجوزاء حتى يوم ثلاثين عشرة بعدين بيبدأ عملية التراجع في نفس برج الجوزاء هو سعيد بنسبة خمسة عش في المية الآن المشتري في الحمل بيتراجع حتى يوم ثمانين وعشرين عشرة بعدين في هذا التاريخ بده يرجع لبرج الحوت ويكمل تراجعه طبعا منتحس بنسبة خمسين في المية زحل في الدلو بيتراجع حتى يوم ثلاثة وعشرين عشرة بعدين بنهي عملية التراجع منتحس بنسبة أربعين في المية أورانس في الثورة بيتراجع حتى يوم 22 واحد منتحس بنسبة 10% ونبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم 14 منتحس بنسبة 15% وبلوتو في الجدي بيتراجع حتى يوم 18 منتحس بنسبة 15% أوصلنا للتوقعات اليومية بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا القمر مازال موجود الآن موعد بث الحلقة ولغاية ساعات الصباح تقريبا هو موجود في منزلة السمعة والعمل والعلاقات مع المسؤولين في مجال العمل بظل الجو مناسب للأشخاص اللي بيبحث عن العمل أو بدهم يعززوا علاقاتهم مع المسؤولين أو مع أشخاص من ذوي المكان الاجتماعي أو أصحاب السلطة فهي فترة ممتازلة هاي الأمور ما مننصح بأي مجازفات أو مغامرات أو مخالفة قوانين أو اتخاذ قرارات حاسمة بهذا الوقت لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح القمر رح ينتقل لبرج اللي هو البيت الأصدقاء اللي هو الدلو بالنسبة لإلك فبتبلشوا من ساعات الظاهرة تقريبا تلتقوا الأصدقاء حولوا تصحيح العلاقات المتردية ما تبقوا وحدين تعتبر هاي فترة ناشطة وواعدة دراسيا أو مهنيا أو عائليا أو بتكثر من خلال هذا اليوم عندك الاتصالات والموعيد والأجواء مناسبة وداعملة إلك بقوة برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا ما زالت الأجواء جيدة على مستوى النشاط في مجال الدراسة والسفر والاتصالات لا سيما لبعيدة ولكن بتكون تحاولوا قدر الإمكان إنه ما تجازفوا ما تغامروا إذا عندكم امتحانة وعندكم مقابلة بتكون تدرسوا وتستعدوا بشكل جيد وفي نفس اللحظة ممكن تطرأ بعض الأمور اللي يصير من خلالها سوء تفاهم مع أشخاص مقيمين خارج البلاد ضبط الأعصاب مطلوب بشكل كبير ما زالت الأجواء جيدة وفي بعض الأخبار المناسبة خلال هذه الساعات من ساعات الظهر تقريبا بينصب اهتمامكم حول عملكم مصالحكم الاجتماعية أهم شيء إنك ما ترتجل المواقف والتصاريح عشان ما تقع ضحية الفوضى وعدم التنظيم تضغط عليك المسؤوليات ممكن تواجه أمر يكون صعب أو معقد فعشانك بدك تلتزم بمسؤولياتك ورغم إنها فترة جيدة فيها كثير من الأشياء المناسبة لإلك واللي بتحمل لك بعض المفاجآت الحلوة إلا إنه بتطلب منك هاي الفترة إنه ما تجازف وما تغامر وما تشوه سمعتك بأي تصر بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا القمر ما زال موجود في البيت الثامن فعشان هيك تركيز كله بضل برضو لغاية ساعات الظاهرة في الأموال المشتركة فبتنهمكوا بعادة تنظيم أموركم المالية المشتركة أهم شي تخففوا من النفقات قدر المستطاع في منكم ممكن يهتم بمسائل إلها علاقة بضريبة بتأمين ببنك أو أمور إلها علاقة بأموال قديمة بيحاول إنه يحصلها أهم شي اليوم دير بالك على أموالك وفي نفس اللحظة لا تكفل ولا تضمن حد ممكن تهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة إما بالعائلة أو بصحتك أو يعني صحة أحد المقربين لا إلك أما من ساعات الظهر بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات البعيدة وأشخاص خارج البلاد أو أجانب أو أوراق أو معاملات إلها علاقة في هاي الأمور وبرضو اليوم بيحمل لك لقاء أو فرصة بتفتح أمامك أبواب للسفر والتسويق والنشر والدراسات العليا وبتفرح لانتصار أو لرحلة أو للمشاركة بشيء وهذا الشيء بيكون ناجح ما أهم شي إنك تبدأ بالتحرك على مختلف الأصعدة من ساعات الظهر برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان بينصب اهتمامكم حول تدعيم شراكاتكم ما زال القمر موجود مقابلكم لغاية ساعات الظهيرة فعشان هيك بتظل الأجواء فيها بعض الرومانسية ومشجعة ولكن ممكن تظهر بعض سوء التفاهم أو بعض العصبية بعض الحدية حاول إنك تضبط أعصابك قدر الإمكان لأنه في كثير أمور ممكن إنها تستفزك لأنه أنت طاقتك ضعيفة وفي نفس اللحظة مش لمصلحتك إنك تتخذ أي قرارات أو تدخل بأي مواجهات اضبط أعصابك هدئ من روعك حافظ على صحتك عشان ما تتعرض بأي شيء من ساعات الظهيرة الأجواء بتتحسن لأن القمر بيصير في البيت الثامن بيكون تحرك من مقابلتك فبتعيدوا ضبط ميزانيتكم تقدروا تدخلوا التعديل المناسب على نمط حياتكم لتتماشى مع الوضع الحالي اللي أنتم مقبلين عليه بيطمئن بالكم وبتفرحوا لتطور ما تعتبر فترة جيدة لتصحيح خطأ أو لتكرار محاولة سابقة أو الاهتمام بمسائل إلها علاقة بالأمور المالية إما حقوق لا إلك أو فواتير برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا بدأ القمر في مراحل المقابلة فعشان هيك تكون تنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم دون إهمال صحتكم ركزوا على أعملكم حتى لو اضطرتوا أنك تعملوا ساعات إضافية وحاولوا أنكم ما تبدأوا بأي عمل جديد حاولوا تنجزوا الأعمال الموجودة بين إيديكم وفي نفس اللحظة ما تدخل بأي مواجهة مع زملائك أو تفرس سلطتك عليهم خصوصا زملاء العمل ولا تحمل صحتك أما من ساعات الظهر القمر بصير مقابلك تماما فهنا بينصب اهتمامكم حول تعزيز شراكاتكم وعلاقاتكم بشركاء العمل أو العاطفة والتجاوب معاهم حافظوا على هدوكم ما ترتجلوا أي كلام ما توجهوا أي ملاحظات لأنه خصمكم قوي وما بيرحم وبتحمل هاي الفترة ارتباط مهم عشان هيك حافظوا على هدوء أعصابكم وما تكونوا عدائيين عشان ما تفشل هاي الأمور وحاولوا ما تدخلوا بأي مواجهات لأنه أنتوا اللي طاقتكم ضعيفة وإنتوا اللي رح تكونوا غلطانين أو الخسرانين برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا بترغبوا في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم من الآن ولغاية ساعات الظهيرة الأجواء مازالت فيها بعض الأمور العاطفية وبعض الحظوظ اللي بتدعمكم ولكن حاولوا ما تفرضوا سلطتكم على أحد الأبناء أو على الأحبة حاولوا تكونوا مارنين شوي وخلوا العلاقات هادية في نفس اللحظة الفترة مناسبة لممارسة هوايمة أو لأمور إلها علاقة بتغيير اللباس الهندام الأشياء اللي من هذا القبيل الأجواء إيجابية وما تبالغوا بملذاتكم من ساعات الظاهرة طبعا الأجواء رح تتغير لأنه القمر رح يصير في البيت السادس فهنا بيبدأ العمل بالتراكم لديكم أهميش أنكم ما تهملوا أعمالكم ما تهملوا صحتكم حادروا من بعض التعب الصحي اللي ممكن يصيب بعض موليد برج الدلو مش بالشكل خطير طبعا أو شيء جسدي بمنعك من أداء بعض الواجبات اليومية يعني زي شد عضل ألام بالرقبة بالساق بالأشياء اللي مثل هيك وممكن تظهر بعض المسائل العائلية أو الشخصية الطارئة اللي ممكن تشعرك ببعض التوتر فعشان هيك ما في داعي للإنفعال حافظ على صحتك وحافظ على أعمالك برج الميزان بالنسبة لما هوليد برج الميزان طبعا بتظل الأمور البيتية والعائلية هي اللي بتشغل فكركم خلال هاي الساعات من الآن لغاية ساعة الصباح فعشان هيك ممكن مناسبة اجتماع لقاء نقاش حوار أو مسألة عائلية بتلفت انتباهكم بشكل كبير زي عطل منزلي أو تصليحات ترميمات من هذا القبيل أهم شنكوا تقللوا مصاريفكم وما تشتروا أشياء ثمينة من ساعات الظهيرة الأجواء بتتغير تماما بتشتد رغبتكم في التقرب والتفاهم مع أحبائكم بتفرحوا لإنفراج ملموس ترتفع فرص النجاح عندكم بشكل كبير وبتشتد عزيمتكم وممكن تقوموا بخطوة جيدة ومباركة أو تتلقع إشارة إيجابية تعتبر هاي فترة مناسبة لالتقاط أنفاسك والبدء بشيء جديد بعد أيام كانت عاصفة يعني الأجواء رايحة للأفضل خلال الأيام القادمة فلازم تكون جاهز ومستعد عشان تستغل كل المكاسب على المستوى العاطفي ومستوى التقرب من الأحبة ومستوى الأمور اللي إلها علاقة بالهوايات برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا النشاط بظل موجود عندكم على مستوى التنقلات والسفريات القصيرة الاتصالات الكثير جدا الاهتمام بالإلكترونيات أو بالسيارات عطل أو تصليحات ترميمات أو الاهتمام بهذه المسائل وبرضو بيكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار الأجواء جيدة ودعملة لكم بقوة فيها بعض الأشياء الممتازة سرعة البديهة قوية قدرة على الإقناع جيدة ولكن بدون عصبية وبدون فرض السلطة أما من ساعات الظاهرة الأجواء رح تتغير بتفضلوا الأجواء البيتية والعائلية والتركيز على حل المسألة إلها علاقة بالبيت والعائلة أهم شيء تلطفوا الأجواء الضاغطة لأنها ممكن تثير اضطرابك أو امتعاضك حاول أنك ما تخالف القوانين ويحترم الموعيد والتزماتك المهنية ويهتم بعائلتك الأجواء ما بتتحمل أي مشاكل أو ضغوطات إلها علاقة بالبيت والعائلة فعشان هيك يحاول أنك تكون مرن ممكن تفرح لخبر ما أو مسألة بتتعلق بالبيت والعائلة برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا الأجواء ما زالت تتركز على الوضع المالي وما زالت الأجواء جيدة لمكاسب مالية بتيجي من عمل إضافي أو مستردات وهبات ودعم مساعدة حل مسألة مالية فواتير يعني بتهتم بالشؤون المالية بكل مجالات على حسب حق الاقتصاصك أهم شيء أنه في ساعات الصباح تبعد عن أي شيء له علاقة بالنفقات الماء الهداعي وفي نفس اللحظة انتبه على أموالك من السرقة أو الضياع يعني الاهتمامات المالية بتصير من الجانب السلبي بدك تحذر في فترة قلوه المسار من ساعات الصباح الأجواء بتتغير بشكل ممتاز أكثر لصالحك وكل ما اقتربنا لساعات الظاهرة بتكون أفضل وأفضل فخلال ساعات الظاهرة بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات وتعتبر هاي فترة مهمة للتواصل مع المجتمع لا اسمع صوتك ممكن تقوم برحلة عمل أو تتحرك بفعالية كبيرة أو تقوم باتصالات واسعة وهاي الاتصالات بتسفر عن اتفاق ومصالحة الأجواء بتصير جيدة حتى على مستوى الإلكترونيات سيارات اتصالاتك وحواراتك والتسويق لشيء معين فأجواء ممتازة برج الجديد بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا القمر موجود عندكم فما زال النشاط موجود وقدرتكم على إنجاز الكثير من مشاغلكم موجودة وهذا الشيء بيعطيكم دفعة عالية جدا لتحقيق كثير من المكاسب خلال هذا اليوم أو إثبات شخصيتكم نقاشكم حواركم سرعة بديهتكم ولكن حاولوا إنه ما تستغلوا هذا الأمر من جانب سلبي أي فرض السلطة والسيطرة اللي حواليكم بتكون ملفت للانتباه بطريق التعاملك مع الجنس الآخر حتى أنت ملفت للانتباه لإلهم لدرجة إنه ممكن تسمع إطراء أو غزل أو بعض الكلمات الجميلة في هذا اليوم من ساعات الصباح الأجواء بتتغير شوي بتصير الاهتمامات بالأمور المالية فبتعيدوا تنظيم ميزانيتكم أهمش إنه ما تغامروا بأموالكم تعتبر هاي فترة حذرة ماليا ومعنويا أهمش إنه ما تتسرع باتقاذ قرارات حاسمة وإنت بحاجة لكل التعاطف والتضامن خلال هذا اليوم فعشان هيك يحاول تركز على الوضع المالي بشكل جيد إما فواتير أو دفعات وبيحمل لك برده كثير من المكاسب اللي ممكن تحصل على مكاسب مالية بشكل مفاجئ برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا ما زال التعب مسيطر عليكم لأنه القمر ما زال موجود بالجدي بيت متاعبكم فعشان هيك حاولوا إنك تضبطوا عصابكم ممكن تفقدوا رغبتكم في مواجهة مشاقلكم أو تتحاولوا بتكونوا تتغيبوا عن عملكم أو ممكن إنه شوي تشك بمسار بعض الأمور حاول إنك تشحن حالك بطاقة إيجابية لأنه من ساعات الصباح بتبلش الأجواء تتغير لصالحك أكثر في ساعات الظاهرة بتستعيد نشاطكم وحيويتكم تستعيد حماستك وعزيمتك بتمارس جاذبية لا تضاها للبدء بمشروع أو خطة جديدة بتملك الطاقة الكافية للانطلاق من مشروع جديد أو لحسم أمر عالق ويعتبر هذا اليوم ممتاز جدا لأنه من خلال هذا اليوم وخصوصا من ساعات ما بعد الظهر ممكن تسمع خبر أنت بتنتظره أو خبر سار أو أمر كان معقد في الأيام الماضية ما كان راضي يمشي أو يتأجل فممكن اليوم تبدأ بوادر الحل لأنه خلال اليومين هدولة ممكن تنحل كثير من المسائل اللي أنت بتنتظرها برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا أنتو الأضعف خلال هذا اليوم لأنه القمر بدأ بمراحل ترابه لبيت متاعبكم فعشان هيك من الآن لغاية ساعات الصباح بيضل النشاط بين الأصدقاء ولكن حاولوا قدر الإمكان أنه ما تتحسسوا من أي تصرف أو من أي كلمة تقال إن كان في مناسبة اجتماعية أو في لقاء حاولوا قدر الإمكان توطدوا العلاقة بشكل جيد ما بين الأصدقاء ما تفرضوا سلطتكم على أصدقائكم أو معارفكم ممكن يصير سوء تفاهم ما بينك وبين أحد المعارف أما من ساعة الصباح بتبلشوا تشعروا بأن الطاقة عندكم بلشت تنزل لدرجة متدنية فرح تدخلوا فترة غير مريحة بتلزمكم الانتباه أكثر لصحتكم لأن القمر رح يصير موجود في بيت المتاعب فحاولوا خلال هذا اليوم أنك تتجنبوا اتخاذ أي قرار حاسم أو مهم لأنها فترة فارغة وفاشلة من الحضود ما بتدعمك الحضود نهائيا فما تعول عليها وما تعول على الأشخاص اللي بتوعدك بشيء وبعدين ما بتوفي فيه فعشان هيك بدك تحاذر اليوم الأذكار السودة والمعنويات المنخفضة لأنه ممكن تخيب أمالك أو تتأخر أعمالك خلال هذا اليوم واللي بيوعدك في شيء يعرف أنه يعني نسب ضعيف جدا جدا أنه يوفي بوعده هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء